أهلا بكم مشاهدين في برنامجكم قهوة وجرنان جرائد الوطنية اليوم تحثت في العديد من المواضيع لكن يبقى الحدث الرياضي والسائد والأبرز في مختلف الجرائد الوطنية الحدث لينتظروا كل الجزائريين مباراة الغد أمام المنتخب البوركينابي إضافة لهذا الخبر والخبر اللي كان في كل الجرائد الوطنية جرائد كتبت مثلا على مراقبة الانتخابات التشريعية في موريطانيا اللي رح يقودها أحمد ويحيى إضافة إلى إقصاء مكتتبي عدل في هذه الصيغة الجديدة والعديد من الأخبار رحوا وشوفوها في معرض الصحافة نستهل معرض الصحافة اليوم الاثنين 18 نوفمبر بجريدة النهار النهار عنوانة حالة طوارئ بوزارة التجارة بسبب هواتف نقالة تستعمل في الجوسسة وفي عنوان ثاني القرار يخص كل الوكلاء ويشترط عليهم إنشاء مصانع تركيب في الجزائر استيراد السيارات ممنوع بداية من 2017 وكعنوان رئيسي دعاوي المسنين لهزم البوركنبيين وتوقيف 30 شخص متلبسين ببيع تذاكر مزورة رسلت مصالح وزارة التجارة مديريات التجارة بثلاث ولايات بالوسط تأمرها بتكثيف التحقيقات والتحريات عبر جميع محلات بيع الهواتف النقالة ولواحقها للبحث عن هواتف نقالة متعددة الخدمات دخلت السوق الوطنية بطرق غير قانونية مع التنبيه على أعوان التجارة بحجز وسحب الهواتف المحددة من قبل المديرية الجهوية في المرسلة وفتح تحقيق معمق في شروط داخلها دخول هذه الأجهزة إلى التراب الوطني في المقال الثاني ستمنع الحكومة كافة وكلاء السيارات المحتمدين في الجزائر من الاستيراد احتبارا من سنة 2017 في حال عدم استثمارهم بالجزائر وإنشائهم لمصانع تركيب على غرار المصنع الذي أنشأته العلامة الفرنسية رونو بمنطقة واتليلات بوهران كشفت مصادر رسمية أن المديرية العامة للجمارك تلقت تعليمات صارمة تقضي بمنع كافة وكلاء السيارات المحتمدين بالجزائر من استيراد السيارات ابتداء من سنة 2017 والعنوان الرئيسي خص لاعبو المنتخب الوطني صباحة أمس نزل دار العجزة في سيدي موسى بزيارة مفاجئة أدخلت السعادة على هذه الفئة المحرومة وكان كل لاعبي المنتخب الوطني وعددهم 26 حاضرين في هذه الخرجة بلباس شتوي موحد كما حضر الناخب الوطني وأعضاء طاقمه بالإضافة إلى مسؤولية المنتخب في غياب روراوة الذي كان منشغلا بأمور أخرى حيث سلم اللاعبون هدايا للموسنين والعجزة الذين كانوا من الجنسين منها أقمصت المنتخب وأجهزة كهرومنزلية أن ننتقل إلى جريدة الخبر الخبر كتبت قسنطيني يشن هجوما جديدا على المنظومة الجزائرية الجزائر بلد يوجد صناعة إيداء الناس الحبس وفي العنوان الثاني بوتفليقة ينهي مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا الخبر وكعنوان رئيسي الخبر تتجول في الدار البيضاء والرباط وتجس نبض الشارع المغربي افتحوا أمامنا الحدود ولا تسمحوا لمحمد السادس بالدخول قال أقصنطيني في الخبر أمس للقناة الإذاعية الثالثة أنه التق وزي العدل منذ فترة قصيرة وأبلغني قلقه حيال الإفراط في اتخاذ القرارات بوضع الأشخاص في الحبس المؤقت ونقل عنه أن التعليمات التي ستصل للقضاء بخصوص نفس الموضوع ستعيد الوضع إلى طبيعته بأن يتم التقيد بالقانون والنصوص المتعلقة بالحبس المؤقت ويرى أقصنطيني أن هذه النصوص غير مطبقة بشكل سليم في الخبر الثاني أنهى رئيس الجمهورية عدل عزيز بودفريقة أمس مهام رئيس الأول للمحكمة العليا قد دور بالراجع وعين مكانه القاضي سليمان بودي الرئيس السابق للجنة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت العام الماضي وبراجع يترأس المحكمة العليا منذ 2006 ويعتقد وفق مصادر تحدثت للخبر أن إنهاء مهامه تم باقتراح من وزير العدل الطيب لها قالت الخبر في مقالها بأن المشكلة بين الجزائر والمغرب أكبر بكثير من القضية الصحراوية مشكلة لها امتدادات عميقة وطركمت نزاع نظامين أنتجت مشكلة أخرى هي الأصعب والأخطر مشكلة نفسية بالأساس طرى قنوطها وصل عنق الزجاجة ما إن تطأر مسألة من مسائل الخلاف في الجزائر حتى تتفرج تلقائيا في المغرب وتلقي بشضاياها في الشارع حيث يبدأ التأجيج هنا تماما كما يرتب له البلاط الملكي دوما وسجل آخر جزله في قنصلية الجزائر بالدار البيضاء في عيد الثورة الجزائرية ننتقل إلى جريدة الجزائر نيوز الجزائر نيوز كتبت تعيش مختلف شوارع والساحات العمومية أجواء حماسية كبيرة تحسبا للمقابلة الحاسمة التي سوف يجريها المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد الثلاثة ضد نظيره البوركينابي بملعب مصطفى شاكر بالبليدة من أجل التأهل إلى نهاية كسل عالم 2014 بالبرازيل وتسود روح من التفاؤل كبير لدى الأنصار وعموم الواطنين من أجل افتكاء ورقة التأهل وهم الذين دخلوا منذ أيام كاملة في أجواء من الاحتفالات من خلال الأهزيج والأغاني ورفع الرأي الوطنية التي فرضت نفسها في الدكور العام بأحجام مختلفة ننتقل إلى جريدة البلاد البلاد كتبت مكلف بالاتصال في وزارة السكن للبلاد يكشف الرد على المكتبين في عدل سيكون بالقبول المدئي أو الرفض المبرر المخزن يمنح فرحاتم هني مبلغ مليون دولار لبحث نشاطه بفرنسا وأوروبا البلاد كتبت طمأنة المكلف بالاتصال في وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني في حديثه مع البلاد أن كل من استجاب لشروط الاكتتاب فهو صاحب حق وأضاف أن كل الملفات ستأخذ بعين الاحتبار مؤكدا أن أسلوب الإعلان التدريجي جاء لتفادي الفوضى وأكد مدني أن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أعطى تعليمات صارمة بضرورة تبني تنظيم صارم ومحكم بغرض تجنب الفوضى مع الأخف بعين الاحتبار كل الملفات في الموضوع الثاني كتبت البلاد أكدت مصادر موثوقة للبلاد بأن سلطات الأمنية تحصلت بتاريخ 26 أكتوبر على الفارد على معلومات تفيد بتلقي فرحاتم هني مبلغا يقدر بمليون دولار من طرف المخزن حسب ذات المصادر الموثوقة فإن السلطات المغربية والتحديد أحد الرجال المحسوبين على ضباط المخابرات المغربية هم من قاموا بمنح المبلغ لفرحاتم هني بالعاصمة الفرنسية باريس وتلقى زعيم المبلغ باسم مستعار تحت غطاء معاملة تجارية صرفة بين الشخص المحسوب على المخابرات المغربية ومن حمل اسم كاري لويس والاسم الحقيقي هو فرحاتم هني جريدة الشعب كتبت أطلعه على المساعي الجارية لتشكيل حكومة انتقالية في تونس رئيس الجمهورية استقبل الباجي قائد السبسي وفي عنوان ثاني أويحيا يقود البحث الإفريقية لمراقبة الانتخابات في موريطانيا استقبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس رئيس حركة نداء تونس المعارضة الباجي قائد السبسي حيث بحث معه تطورات الوضع السياسي والأمني في تونس وتم اللقاء بحضور رئيس الوزراء عبدالمالك سلال وأطلع السبسي بوتفليقة على المساعي الجارية لتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية في تونس من أجل تشكيل حكومة انتقالية في إطار المفاوضات الجارية ويأتي بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع بوتفليقة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وفي الخبر الثاني أفادت مصادر من الخارجية أن الوزير الأول السابق أحمد ويحيا وفق على مهمة عرضتها عليه مفوضية الاتحاد الإفريقي تتعلق بقيادة البحث الإفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريطانيا المقررة في الثلاثة وعشرين نوفمبر الجاري ونقلت وكاة الأنباء الجزائرية أمس عن وزارة الخارجية أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دالاميني زومة اقترحت على أحمد ويحيا المهمة والوزير الأول كان بها في إطار الاتحاد الإفريقي وذكرت الخارجية أن الجزائر رحبت باختيار ويحيا لقيادة البحث الإفريقية لمراقبة الانتخابات في موريطانيا ننتقل الآن إلى جريدة الإكسبريسيون الإكسبريسيون كتبت حيث أكد الناخب الوطني وحيد حليل وزيج بأن الجمهور الجزائري مع موعد لاسترجاع أفراح 2009 بعد الفوز التاريخي على المنتخب المصري أين عاش الأنصار ليالي بيضاء حيث أوضح وحيد بأنه سيفعل المستحيل من أجل إعادة صنع أمجاد الخضر التي سترسم بأحرف من ذهب في لقائهم ضد المنتخب البوركينابي وتواجده في البرازيل وهذا ما يسعى للجزائر تعيش عرسا حقيقيا بالتأهل إلى مونديال للمرة الرابعة في تاريخها لسوار دالجيري لسوار دالجيري كتبت الكوران بن فليس أفيش سيزان بيسيون قالت لسوار أنه تم إنشاء عدد كبير من لجان الترشيح التي تعمل على التقديم بفليس كمرشح لرئاسيات 2014 وجاء هذا القرار حسب لسوار من الهيئة الأساسية للأفنان التي عرضت قرار أعضاء لجنة مركزية لجبهة التحرير الوطني بترشيح عبدالعزيز بودفليقة لعهدى رابع اعتبر أنصار بن فليس أن هذا الترشيح لهذا الترشيح لا يؤثر على قرار ترشيح بن فليس محتبرين الأمر بألا حدث ونختم معرض الصحفة بتصريح وزير الداخلية الطيب بلعيز الداعي لإشراك الشعب في كل القرارات اليومية التي تتخذها اللجان المحلية سواء على مستوى البلديات أو هيئات أخرى بغرض وضعه في الصورة وتحسين الخدمة المقدمة له بسماع لمتطلباته والمشاكل اليومية كان هذا تصريح الطيب العيز وزير الداخلية والآن رحوا لرقنا الضعيف مشاهدين يحضر ماي اليوم سيد علي ذراع المستشار الإعلامي عمي علي مرحبا بك معنا مرحبا بك أهلا وسألوم بك شكرا لقبولك داوت خهو جرنان عمي علي أنت إعلامي نبدأ بمجال الإعلام كيف تشوف نظرتك الإعلام الجزائري الآن شكرا في الواقع مر الإعلام بعدة مراحل مراحل كبيرة والإعلام الجزائري إعلام كبير جدا تحول من إعلام ثوري من إعلام كان ساند ومشامعة ثورة تحريرية إلى إعلام كان في إطار الحزب الواحد مهتم فقط بالبناء وتشيد إلى وصول التعددية نتذكر في التسعينات لما طرحت علينا فكرة الإعلام التعددي وخلق الجرائد الخاصة كثير مننا ما كان شيء من بحقيقة هذا الأمر فلما السيد مولود حمروش طرح هذا الموضوع الإعلاميين نتيجة لنضالات كثيرة اللي قاموا بها الإعلاميين في هذا الوقت وكانوا يطالبوا بالتعددية الإعلامية والتعددية الحزبية كنا في ذلك الوقت كإعلاميين كحلم أننا نتحول في يوم الإيام إلى إعلام تعددي حر حقيقي ولكن مر الإيام وللأسف في نفس الطريق ونصف الطريق وقعت مشاكل لمعرفها حيث لنا مرنا في التسعينات عشرية سوداء حقية توقف نوعا ما توقفت نوعا ما حرية الإعلام حيث بدأت الرقابة على المقالات إلى آخره وهذا كان طبيعي في بداية الأمر لكن بفضل الرجالات وفضل نساء الإعلام ونضالاتهم وطلب أكثر من السلطات مدهم بحريات أكثر توصلنا للإعلام التعددي الحالي ممكن يسئل الإنسان على الإعلام الحالي هل هو جيد غير جيد هل هو هذا مصدقية ما عنده مصدقية هذا كلام تاني لكن الآن فيه خريطة إعلامية وطنية كبيرة جدا لا أمي علي لو كانت حثوا يعني نركزوا فقط على جانب السمعي البصري السمعي البصري في الجزائر كيف تقيم تعمي عليك مستشار إعلامي كيف تشوف جانب الوديوفيزيوال السمعي البصري في الجزائر أنا بالنسبة لي السمعي البصري بدأ بنضالات مثل النضالات اللي بدأها الإعلام المكتوب بدأ الإعلام هذا لم ينتظر القانون لم ينتظر أوامر السلطات وانطلق الإعلام السمعي البصري بمبادارات من أشخاص بمبادارات من دقصة الإعلام الخاص